إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله اعلموا أنه ما نزل على الناس بلاء إلا بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم ولا يرفع هذا البلاء إلا بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن آرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنةً وقال الله تبارك وتعالى وقال الله تبارك وتعالى واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وقال الله عز وجل واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فيرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا إلى أن قال الله تبارك وتعالى فأصبح يقلب كفيه قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا فعلموا عباد الله أن البلاء والمصائب لا تنزل على الناس إلا بالسبب ذنوبهم وبالسبب معاصيهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأسأله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والغلاء وصل اللهم وزد وبارك وأنم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله الواجب علينا جميعا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون فإذا أردنا الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة فعلينا أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى ونحقق دين الله تعالى في أنفسنا أولا وفي أهلنا وفي مجتمعاتنا فإن فعنا ذلك فتح الله تعالى علينا البركات من السماوات والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وصل اللهم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا